طيب إيه اللحن اللي باباك عمله وانت كان نفسك تغنيه؟ آسف على أحلامي انت هات مت هتصالح طيب ما فكرتش ان انت هتغنيه؟ كنت أول مرة أغنيه كان في حفلة تكريم أبويه من فترة قريبة جدا من وزارة الثقافة ودار الأوبرا وحسيت ان انا وانا ليه ما بغنيش اللحن ده انا لازم اغنيه والفكرة ان انا حاسسه قوي يمش بتغنيه؟ هعمله فكرت جدية؟ ممكن اعمله كافر محترم و تبقى أغنية حلوة انا لقد اندن كده شوية منه حلو ماشي آسف آسف على الأحلام كان عمره صاير الحب زي الألام أحساس أحساس بيت غير حبيت ده ماضي انتهى ده ماضي انتهى حنت اكد بعدها وبعدت من وقتها بحاول انساكي حبيت ده ماضي انتهى حنت اكد بعدها حنت اكد بعدها وبعدت من وقتها بحاول انساكي آسف على الأحلام بالتوقع حساس 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 علاقة حب في حياتي وأنا دايماً لما بحب بحب أتبسط وأعيش في حلم وأعيش اللي معايا في حلم لذيذ لأن الحب ده حاجة لذيذة جداً حاجة لذيذة جداً وأنا بحب الحب جداً مين ما بيحبش الحب؟ مش عارف طب هي ما كانتش على قد الحلم ده؟ لا بس بس عادة الواحد لما بيتعرف على حد بيبقى شايفه بشكل معين ولما بيقعد فترة وفي حاجات بتدبل في العلاقة بيشوفه بشكل تاني غصب عننا غصب عننا بتصرفاتنا غصب عننا بيستعجلنا كجيل على فكرة احنا جيل متصربع جداً في كل حاجة احنا بنحب في ثانية وبنخطب في ثانية وبنتجوز في ثانية وبنشتغل في ثانية وبنعمل احنا متسرعين جداً متسرعين جداً لان احنا برضو جيل طلع في فترة فيها احداث كتير قوي ورا بعض فحسنا ان كل حاجة بتحصل بسرعة فيمكن سربعتي خلتني حس بكده وحس ان انا بحبها اكتر حاجة في الدنيا وده كان احساسي ساعتها بس بعد فترة احساسي تغير لواحدك ليس لواحدي بعد تراكمات وبعد تفاصيل كتير وبعد مشاكل وبعد اخناقات ما بيننا واخناقات الاطفال التي احنا كان عندنا ساعتها 16-17 سنة انا طفل جداً اه بس ساعت انا 16 سنة كنت اعمل افراح الاب لماذا تبقى مشاعر جديدة وكل حاجة بتستخدمها لأول مرة بالضبط لا 19 سنة كنت اعمل افراح الاب بس 16 سنة كنت ببقى شغال وبقى لي فترة شغال وعملت حاجات فابتديت ابقى ويعي اكتر شوية من جيلي من الناس اللي سنين ابتديت تفهم بقى ابتديت افهم الحياة اكتر ابتديت افهم مشاعري ابتديت اخذ تجرب اكتر ابتديت احتكب الناس اكتر والعلاقات بتخليك تكتسب خبرة بالضبط لما بتدخل في كذا علاقة ده بيخليك تكتسب خبرة فاجيت في فترة كده بعد ما قلت لها يلا نسيب بعض لان انا احساسي تغير سمعت الاغنية دي تاني انا عيض عيض لانا ترجمة مشاعرك خلاص ترجمة مشاعري بالضبط وحسيت انه ازاي كان فيه حد حاسس زي ما انا كنت حاسس كده يعني الشعر الكبير واق الهلال هو اللي كاتب الاغنية ازاي كنت حاسس زي بالضبط كده يعني انت لما تواجعت فهمت فهمت الاغنية فبقت بالنسبالي ايوه انا كنت انا آسف على الاحلام كان عمرها قصير الحب زي الالام احساس بيتغير انت كل حياتك وخبراتك علاقاتك فيها ألم وفيها وجع وفيها مشاكل لا خالص خالص بالعكس تجارب كتير وعلاقات كتير في حياتي لحد دلوقتي محافظة عليها ولحد دلوقتي فيها كل حب وكل وده